السلام عليكم حياكم الله معكم لالت اليوم وصفتي طريقة قلبة زبدة الى سمن اول شي قبل ما نبدأ باي تفاصيل عن الوصفة شا تكلم عن علبة السمن اللي حنحتفظ بالسمن داخلها العلبة لازم تكون علبة معقمة ونظيفة وناشفة تماما وكمان تكون مغطاية باحكا طريقة التعقيم سهلة نغلي ماء كثير في طاسة كبيرة وبعدين ندخل العلبة داخلها نعملها غلوة بسيطة ونطفي ونطلحها من الماء ونتركها لما تنشف تماما هكذا بتكون معقمة واثنى ما تستخدموا الزمن لازم تستخدموا بملعقة نظيفة وناشفة تماما عشان الزمن يجلس معاكم نظيف وما يخربش نهائيا وبسم الله ونبدأ بالوصفة انا استخدمت الزبدة لورباك وهي زبدة حيوانية تقريبا هي افضل نوع ممكن تستخدمه استخدمت 2 كيلو القطعة الواحدة 500 جرام شاستخدم 2 كيلو واهم نقطة ان الزبدة لازم تكون حيوانية عشان تطلع طحمها لذيذ والزبدة الحيوانية هي اصح من الزبدة النباتية اضيف الزبدة كلها مر واحدة وانتبهوا لهذا النقطة مهمة جدا لازم تكون النار واطية تذوب على مهلها عشان ما تنحركش من تحت ومن فوق عادها جامدة لازم تذوب بنار هادئة هذا اهم نقطة اول ما تبدأ تغلي او تفور حتلاحظوا انها بتطلع طبقات رغوة هذا الرغوة ممكن نشيلها من الوجه وممكن نخليها حتختفي اثناء غليان السمن اول ما يبدأ السمن يغلي نضيف 3 ملاعق من الجريش ونصف ملعقة ملح اذا كانت الزبدة بملحة نكتفي بملحة الزبدة ونضيف ملعقة كبيرة حلبة ممكن حلبة مجروشة او حلبة حبو ونترك السمن يغلي على نار هادئة جدا مع التحريك المستمر تقريبا اخذ مني 45 دقيقة نقلب السمن لما تلاحظوا ان السمن فصل او لونه بدأ يكون شفاف وبدأ تطلع منه ريحة سمن اول ما يكون شفاف بهذا الشكل نبدأ نعقم السمن بالعود هذا عود شجرة ناشف او يابس اخذته من البهارات اليمنية وهذا استخدامي الثاني للعود تعقيم السمن بالعود هذا من الطرق التقليدية لتعقيم السمن انه ناخذ العود هذا ونحميه على الغاز لما يبدأ يحرق ويطلع منه الدخان وبعدين نحط العود على السمن او من فوق السمن ونغطيه بالقصطير عشان يكتتم وياخذ نكهة الدخان او ريحة الدخان الي في العود نكرر العملية ثلاث مرات تقريبا الى اربع مرات عشان يكتسب ريحة الدخان اكثر وعشان نضيف النكهة اكثر او نكهة الدخان اكثر في السمن وندخن العلبة نحاول بقدر الامكان نغطي العلبة والدخان مكتوم داخل والان نبدأ بالتعقيم نحمي العود مرة ثانية في النار اول ما يبدأ يطلع منه الشرار او يكون لونه احمر والدخان نطفيه داخل السمن لما يدخل العود للسمن وهو لاصي وفيه شرار احمر بيتعقم السمن وهذا هو التعقيم التقليدي وهكذا بيكون السمن تعقم والسمن مهم جدا في المطبخ اليمني بيدخل في الفتة وبيدخل في الخبز الطاوة وبيدخل في وصفات كثيرة مثل المطيط والهريش لما نفعلها سمن وعسل صراحة السمن بيطلع طعمه لذيذ جدا ومنكهته سمن بلدي اصلي اذا كنتوا بتستخدموا الحطب او عندكم تنور حطب ممكن تعملوا السمن على تنور الحطب عادوا بيكون اطعم والذ هذه الطريقة لقلب الزبدة الى سمن ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها وتطلع معاكم مضبوطة ولذيذة استودعتكم الله في وصفات جديدة ان شاء الله لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل وصفاتي اشتركوا في القناة